موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي مع درس جديد من دروس مادة العلوم أنا لاحظت كده من بعض تعليقاتكم إن في ناس مش عارفة تكتب الصيغة الكيميائية وفي ناس مش عارفة تفرق ما بين الأحماض والقلويات والأكاسيد والأملاح فقلت هعمل لكم فيديو مخصوص للموضوع دوت وحنشوف مع بعض كده النهاردة حتكلم عن حاجة اسمها الصيغة الكيميائية والصيغة الكيميائية إحنا ممكن نقول عليها كمان إنها الصيغة الجزائية برضو يعني الاتنين زي بعض أنا عايزة أعرف إيه هي الصيغة الكيميائية دي قبرة عن صيغة بتعبر عن حاجتين بتعبر عن نوع وعدد الزرات في الجزائي الواحد يبقى هي دي مقصود بالصيغة الإيه الجزائية بتعبر عن نوع وعدد الزرات في الجزائي الواحد طيب أنا هخلي الحتة دي في الآخر لما نتعرف إزاي نكتب الصيغة الكيميائية أنا عندي دلوقتي حاجة مهمة جدا اسمها التكافؤ علشان أعرف إيه هو التكافؤ بقول كده هو عدد الإلكترونات تخلي بالك من دي عدد إيه الإلكترونات التي تفقدها شفت بقى تفقدها أو تكتسبها برضو تكتسبها أو تشارك بها الزرة إمتى بقى أثناء التفاعل الكيميائي ده تعريف إيه بقى؟ تعريف التكافؤ ده المقصود بيه طيب أنا عايز أعرف بعض أنواع التكافؤات أو تكافؤات بعض العناصر فعندي كده أول حاجة هبدأ بيه اللي هي الفلزات هادي الفلزات هاي؟ هشوف التكافؤات بتاعتها عندنا التكافؤ أحادي وسنائي وسلاسي نبدأ بالأول كده اللي هي الفلزات الأحادية وبعدين الفلزات السنائية وبعدين الفلزات السلاسية يعني إيه مصدر الأحادية يعني اللي بتفقد إلكترون واحد طيب يعني إيه السنائية يعني اللي بتفقد 2 إلكترون يعني إيه السلاسية يعني اللي بتفقد 3 إلكترون طيب الأحادية زي إيه؟ عندنا أول حاجة الليسيوم الليسيوم اللي هو L-I لما بيفقد إلكترون بيبقى يعمل أيون موجب عندنا البوتاسيوم البوتاسيوم اللي هو K لما بيفقد الالكترون بيعمل ايون موجب وكمان السوديوم اللي هو NA احادي برضو وعندنا اللي هي الفضة اللي هي AG احادي برضو يبقى دول العناصر الاحادية ليه تكافؤ واحد بس احادي يعني بيفقد الالكترون واحد اسناء التفاعل الكيميائي طب العناصر السنائية عندنا اللي هو كالسيوم الكالسيوم اللي هو CA لما بيفقد اتنين بيعمل ايون موجب اتنين والماغنيسيوم الماغنيسيوم اللي هو MG بيفقد اتنين بيعمل ايون موجب اتنين وعندك الخرسين اللي هو ZN برضو بيفقد اتنين وعندنا الرصاص اللي هو BB برضو موجب اتنين وعندنا زئبق اللي هو HG برضو موجب 2 يبقى دول كده العناصر اللي هي صناعية التكافؤ طب السلسية بقى عندنا الالمونيوم اللي هو AL موجب 3 يعني بيفقد 3 الالكترون وعندنا الدهب اللي هو AU اللي هو موجب 3 دول كده اللي هم الفلزات اللي ليها تكافؤ واحد يعني هي مستر تكافؤ واحد يعني يا إما يكونوا حدي بس يا إما يكون سنائي بس يا إما يكون سلاسي بس لكن في بعض العناصر لها أكثر من تكافؤ بقى زي مثلا الحديد الحديد ليه تكافؤين الأولاني اسمه الحديد دوز والتاني اسمه الحديد يك الحديديك الحديد دوز ده سنائي يعني الرمز بتاعه كده F E وبيفقد اتنين والحديديك سلاسي اللي هو F E وبيفقد 3 النحاس نفس الكلام عنده تكافؤين يأما يبقى نحاسوز اللي هو أحادي وهيبقى رمزه C U موجب واحد ويأما يبقى نحاسيك اللي هو سنائي وهيبقى C U موجب اتنين طب انا عايز احفظهم اعمل ايه اقول كده name لسيو بوتا بوتاسيوم سو 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 جديم فضوا فضة التكافؤ لهم احادي لسيو بوتا سو سو فضو التكافؤ لهم احادي لسيو لسيوم بوتا بوتاسيوم سو سو سوديوم فضوا فضة طب الخمسة دول هنقول كده كالماغنيسيوم خرص رصاص وي الزئبق السنائي كالسيوم ماغنيسيوم خرصين رصاص ذئبق دول اللي هم السنائي السلاسي عندنا الالمونيوم اللي هو ايه الموجب تلاتة بنقول كده قالوا ايه قالوا الالمونيوم قالوا ايه قالوا ايوه التكافؤ ليهم سلاسي طب العناصر اللي لها اكثر من تكافؤ زي الحديد هنقول بقى مع بعض الحديد دبوشين يعني ليه تكافؤين السنائي حديدوز والسلاسي حديديك والنحاس برضو بوشين يعني ليه تكافؤين الاحادي نحاسوز والسنائي نحاسيك يبقى دي كده تكافؤات اللي هي الفلزات نشوف مع بعض كده تكافؤ اللا في الزات احنا خلصنا الفلزات عندنا لا في الزات بنقول عليها احادية التكافؤ احادية التكافؤ يعني يعني بتكتسب الكترون واحد لا في الزات صناقية التكافؤ وعندنا بقى انواع تانية كتيرة من اللافل الزات حسب تكافؤتها يعني عندنا لافل الزات سلاسية وخماسية لاتنين مع بعض طب نشوف الاول الاحدية عندك هيدروجين الهايدروجين اللي هو اتش احادي موجب واحد عندك الكلور اللي هو سي ال سالب واحد والفلور غاز الفلور الف سالب واحد والبروم اللي هو بي ار سالب واحد وعندنا اليود اللي هو اي سالب واحد يبقى هيدروجين كلور فلور بروم يود احادي التكافؤ لفل الزات صناقية عندنا الاكسوجين اللي هو او سالب اتنين عشان بيكتسب اتنين الالكترون او بيشارك باتنين الالكترون في بقى لفل الزات تبقى سلاسية وخماسية يعني مرة سلاسي ومرة خماسي. زي اللي هو النيتروجين. اللي هو ان والفوسفور. اللي هو بي. طيب ايه كمان? عندنا لافل الزات لها اكثر من تكافؤ زي الكابريت. الكابريت بيكون ليه تلات تكافؤات. يا اما سنائي يا اما رباعي يا اما سوداسي. طب عندنا الكربون. الكربون اللي هو السي بيبقى رباعي. يبقى هنا الكربون رباعي. يبقى دي كده اللافل الزات والتكافؤات بتاعتها. لازم احفظ الاتنين اللي هما الفلزات واللافل الزات. طبعا عندنا النيتروجين والفوسفور سلاسي وخماسي. عندنا الكابريت اتنين اربعة ستة سوداسي ورباعي وسنائي. والكربون رباعي والهايدروجين والفلور والكلور والبروم واليود احادي التكافؤ. ممكن نقول لك كده. هيدروجين كلور فلور بروم يود التكافؤ ليه هم وحادي. او او اكسوجين او او يعني سنائي. وممكن نيجي على النيتروجين والفوسفور. نيتروجين مفاسفر تلاتة وخمسة الكابريت اس اتنين اربعة ستة الكابريت اس اتنين اربعة ستة. يبقى دي كده التكافؤات. طب تعالي نشوف مع بعض كده ثانيا المجموعات الزرية. او المجموعة الزرية. عايزين نعرف ايه هي المجموعة الزرية. من اسمها كده. هي عبارة عن مجموعة زرات عناصر مختلفة. يعني تشكيلة. كوكتيل. فخفخينة. مجموعة زرات عناصر مختلفة. مالها بقى مرتبطة مع بعضها. لا توجد منفردة. يعني ما ينفعش ان هي توجد منفردة. دايما مرتبطة مع حاجات تانية. لها تكافؤ خاص بها. لها تكافؤ خاص بها. احادي ولا سنائي ولا سلاسي. تسلك سلوك الزرة الواحدة في التفاعلات. يعني بتتفاعل وكأنها زرة واحدة. وطبعا لا تنقسم ابدا. ما يسويش بعد ابدا. شلة الصحاب. دي كده المجموعة الزرية.